ضحكة ضائعة ألم وتعب فقر وجهل هذا واقع الأطفال في العراق والذي ينتظر التعافي بعد إهمال طويل أدى باعتراف وزارة التخطيط نفسها لحرمال نحو مليون ومائة ألف طفل من حقوقهم الأساسية ويشير ناشطون في مجال حقوق الإنسان إلى أن القرار الحكومي بمنح راتب الأطفال لمنعهم من العمل كأجراء للحد من ظاهرة انتشار عمالة القصر غير كاف لا سيما أنه شمل فقط رعاية أسر نحو أربعمائة طفل ضبطوا في سوق العمل ويضيف الناشطون أنه لا خطط حكومية ممنهجة لإنهاء عمالة الأطفال في العراق في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة والتي تواجه العائلات العراقية مع فشل الحكومة بتحسين واقعها ما قد يدفع تلك العائلات لإرسال أطفالها للعمل للحصول على راتب الرعاية الاجتماعية وهو انتهاك لن يتابع بحسب الناشطين لا سيما مع اعتراف وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل بقلة أعداد لجان متابعة الطفولة فيها بالتوازي مع ذلك يبدو أن وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل هربت أيضا للأمام حين أشارت إلى أن قرارها الأخير الخاص بتقديم منح مالية للتلاميذ سيسهم بدرجة كبيرة في عدم تسربهم من المدارس لكنها استدركت أن العمل تكاملي في إبعادهم عن سوق العمالة ويبدأ من الأسرة والمجتمع إضافة لأرباب الأعمال أمام هذا الهروب تتضح أكثر دقة المخاوف التي تطرح حول مستقبل الطفولة في العراق لا سيما مع عرقلة أحزاب بالسلطة تشريع قانون حماية الطفل ما يعني بحسب تقارير حقوقية وأممية ترك هؤلاء الأطفال عرضة للاستغلال وضياع مستقبل أجيال كاملة كان يوضع عليها الأمل لانتشال العراق من واقعه